وصفتي اليوم سهلة ويحبونها صغار و الكبار صنية البطاطس والدجاج بالبشمل عندي صدور دجاج ومقطع مكعبات تبلتها بزبادي سوس باربيكيو ثوم وبهارها تمشكلها بابريكا بهار عثماني ملح فلفل أسود زعتر بري وزيت زيتون ونخليها تنقع أقل شي ساعتين بالنسبة للبطاطس نقطع مكعبات وتبلتها بنفس التدبيلة بس يمكن نضاف عليها بهار الإيطالي وزيت زيتون ونسخن قليتهم ملك الهوائية من قصر الأواني واستفت من الفاصل بحيث أني أشوي الدجاج والبطاطس بنفس الوقت اختصر وقت كثير علي جبت صنية الفرن حطيت أول طبقة البطاطس المشوية وبفوقها الدجاج وبعدين صبيت البشمل على الوجه وبعدين رشيت الموزرلة وعلى الوجه إذا حبيته زعتر بري بهار عثماني فلفل حار إذا حبيته وتدخل الفرن وتتحمل وتتقدم بألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة